إعادة جدولة الديون المتعثرة وإلغاء المتابعات القضائية ضد المستفيدين أدت إلى فشل وتعثر 70% من المؤسسات الاقتصادية المصغرة في الجزائر المسئولية لا تتحملها المؤسسات المتعثرة بل كانت مسئولية مشتركة بين السياسة البنكية وسياسة الوكال الوطني دعم وتنمية المقاولاتية والتي تتحمل مسئولية كبيرة من هذا الإخفاء ونسبة قليلة من المؤسسات المتعثرة التي كانت سبب في هذا الإخفاء عزوف الجيل صاعد من المستثمرين عن إنشاء مؤسساتهم المصغرة خوفا من الفشل ما هو إلا تحصيل حاصل لتعثر تجارب المؤسسات الأخرى التي كان مصيرها الاندثار أما الحلول الحلول موجودة أنها تجمع هذه أصحاب المؤسسات المتعثرة أنها تجمع في مجموعات شبه عمومية وتشرف عليها الدولة لتسديد قروضها السابقة وإعطائها فرصة أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني في مجالتها المتخصصة استحداث آليات لدعم نشاطات المؤسسات الاقتصادية المصغرة من شأنها خلق مناصب شغل جديدة والمساهمة في رفع القيمة المضافة بسوق العمل لكن من جهة أخرى تحولت لثقل مالي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية لا بد من اتخاذ إجراءات مستعجلة للنهوض بها اشتركوا في القناة